اللي حصل النهاردة بقى في المباراة مباراة الاهلي والجونة الاهلي عمالي ضايع في فرص والجونة بيحاولي دافع بشكل جيد والاهلي للمباراة التانية على التواري بيخسر النقطة الخمسة وكده حتى لو كسب المباراةين اللي جايين هيبقى متساوي مع الزمالك في النقاط وفقط فرصة انه يتصدر الدوري بفرق خمس نقاط عن الزمالك انا بسعايز حد يزعل احنا دايماً تكلمنا من فترة ده نتاج يا كابتن ان فرقة الاهلي كعناصر بعد قوي كلعيبة فيه لعيبة مش حاول مجهدة بقى خلاص يعني مش عايزين نطلع شمعة الاجهات دي التمركز في الملعب السربعة الكور الكتير اللي بتضيع من فرودة زي شريف زي صراح محسن كان حجة صلاحة ما بيلعبش لا التدريب ليه في الملعب بقى ياخد بربع ليك بقى ياخد حسام حسن ابتدى ياخد يعني الكورة اللي بالهيدرز دي الأخيرة لا دي جوان شمس لها عملها كويس عملها حلو بس دي بتاعت حسام من سنة لا بتزغرت في الجون الفاول اللي تحسب جوة 18 عرف به حط وش رجلك تركن فين هنا يعني علي معلول احنا لعبت كورة هتركنها ببطن رجلك في الزوية البعيدة ازاي ده انت في حلق الجون ده انت دي كور زي ده كابتن تتحط وش رجلك مش لازم مدرب يقول لك وهي ونصابها وهي ونصابها مهد يتخش جوة طبعا لان انت خلاص ده انت ثلاث خطوات عن الجون كل دي تركن موتا كابتن الاهلي مش عايز حد من جمهين الاهلي تزعل ده عادي حاجة متوقعة ان لازم تبني فرقة لازم تبني فرقة انت بتعافر دلوقتي النهاردة الجونة كابتن بتلعب بثلاثة وراء وبيأمنوا النهاردة الجونة كان بيروح على استحاق عارفت لو الجونة عندها ثقة كانت هتروح تجيب الجونة بس قلت الكلام ده لكابتن همسوديه من شواء بالضبط بيدافع كويس بس انت كان مفروضي بقى عندك اي رد تفعله بالضبط برافو عليك وبعدين عندهم عناصر الجونة كويسة بس هو نازل عايز يخطب بنت والبنت ده هيفيده على فكرة في الدور الجونة ارجع لنادي الاهلي الراجل لسه بيتفرق ولسه بيشوف ولسه بيشكل بس انا بقول لك في لعبة كتير بعيدة قوي بعيدة عن مشتوه قوي صحيح